بسهر الخير عاملين ايه يا رب اكونوا بخير توقع برج العرب رابع سبوع من شهر فبراير الفين ثلاثة عشرين هبدأ بالجانب المهني الاخلاص في العمل هيبين مواقف ايجابية وكمان هيخلي العلاقة مع الرؤساء العمل مستقرة جدا مش بس كده ده كمان هيخلي موليب برج العرب مميزين ومرشحين اكتر داخل العمل مرشحين اكتر لايه؟ مرشحين اكتر لايه؟ زيادة مرتبات مكافئات المهم ان هما مكتوب مرشحين للنتاج الاجابية النتاج الاجابية دي اللي انا فهمته اني وانا يعني اللي قريته اني النتاج الاجابية دي هي يا ترقيات او زيادة مرتب مكافئات يعني هي دي النتاج الاجابية اللي هكون في انتظار المواليب برج العرب الاسبوع ده المفروض غير كسب مزيد منا الثقة من الرؤساء وصحاب العمل حابب اقول دي طاقات الغيب محدش يدعى فغل ربنا وبس لكن احنا بنستفيد الدردشة وبنتفائل وكمان من الفة انتباهك من خلال النصيحة والفة انتباهك حابب اقول لك حاجة مهمة جدا اخلاصك في العمل ده بيعمل لك سمعة مهنية انا اتكلمت كتير في موضوع السمعة المهنية دي يعني بيخليك معروف ان انت شخص مخلص وامين في عملك ده هيكلي اي حد يروح في شغل تاني من زميلك ممكن ياخدك معايا شركة افضل يقول لهم انا عندي زميلي متحك او زميلتي روان مثلا بتشتغل شغل كويس منضبطة ملتزمة امينة فدي كلها حاجات بتعملكم سمعة مهنية مهمة غير اني انت صدقني لو بسط لها من ناحية المادية الماديات هتيجي هتيجي مدام انت بتعمل شغله مزبوط وانت بتعملي شغله مزبوط وبتراعي ربنا وبتجتهد لده وبتطور من نفسك تاني وبتطور من نفسك يعني بتشتغل على نفسك ده كله هيساعدك انك تتقدم وتتنقل وتتنقل في حتة تانية ربنا يا رب يوفقكم ويديكم الحكمة ويقويكم الجانب العاطفي هبدأ بالعزاب فرص الارتباط محتمل انها هكون ضعيفة وده بسبب عدم المشاركة مع اجتماعيات يعني ما قولي بورج العرب الاسبوع ده مش هيكونوا جاهزين ان هم يخرجوا او يشاركوا في مناسبات او يشاركوا اصحابهم فده هيقلل فرص الارتباط وهكون بنسبة ضعيفة جدا يا ريت يا ريت بلاش حتة ان احنا نقفل على نفسنا قوي لا انا مش بقولوكوا كده عشان الارتباط خالص انا بقولوكوا كده عشان نفسيكوا يعني احنا لازم بكل فترة كده ما ينفعش نفضل اسبوع ما بنخرجش برا البيت او حياتنا مش شغل البيت والبيت للشغل اخرج قابل صحابك اتنفذ اعزم نفسك على حاجة اعزمي نفسك على حاجة لو صحابك مش فاضين زور قريب لو في قريب انت بترتاح معاهم ابن عمك ابن خالك انت بنت عمك ابن خالك ايا كان المهم الناس القريبين زوروهم منكو او اللي بترتاحو كل ده بيهون من ضغوط الحياة عموما وبيخلينا برضو نتنفس اقل ما فيها لو عايزين رأيي وانا بعمل كده التمشية تمشية في وقت كده لذيذ بعض الظهر او يعني بالليل تتمشو تشرب حاجة تأزس حاجة وانت بتتمشى تسمع مزيكة من الحاجات التنشية مع شوية هوا كده بتتنفسهم ساعين كده حلوين او هوا ناكي او ايا كان الهوا اللي هيدقل في سيدروك ويعني ده كله هيساعد فيه انك في النفسيتك ونفسيتك التمشية من الحاجات اللي انا بتفرق معايا جدا واتمنى انكم تجربوها لو ما جربتواش نشلك ساعة كده واحلى واحلى تمشي في مكان بتحبه ومنطقة تكون بتحبها زي عندنا في مصر وسط البلد او في اسكندرية مسلا برضو وسط البلد وعى كونيش ولو في بحر تمشى من قريب من كونيش هيساعد في راحتك النفسية ربنا يا رب وراحتك طبعا كلام ليك وليك ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة ويبعت عنكم اي ازمة نفسية او يعني او حبسة يعني خش بقى على المتساوجين والمرتبطين اسبوع خلافات بسبب ايه بقى التودد والتقرب يعني ايه مكتوبة كده التودد والتقرب ان انت تود شريكة حياتك دي حاجة مهمة وانك تفضل قريب منها صدقني لو ما بقتش تودها وبقت مهتم بيها انت بتبني بينك وبينها انا قلت الكلام ده برضو لكده حاجز كبير قوي بتخلي بينك وبينها مسافة كيلو مترات ليه لو هي اللي هتخلي بينك وبينها مسافة وما لا هتقرب مين ها هتقرب مين وانت كمان ما ينفعش تعملي مسافة بينك وبينه لازم دايما توديه لازم تطميني عليه ان انتو دايما يبقى فيه بينك واهتمام ده برضو هيخلي الحياة عارفين يعني الحياة برضو حلوة هيخلي عارف انت اما تشم ريحة حلوة فجأة ده هيخلي كده احساس حلو ان انتو فيه حياتكو حاجة حلوة ماشيين عليها هتتعودوا على ده هيتقوي العلاقة هيزود الحب ما بينكو سواء مرتبطين او متزوجين الاهتمام من الحاجات سدقوني المهمة جدا في العلاقة ولو قلت الاهتمام من الحاجات اللي بتخلي العلاقة بردة وكمان بتخلي العلاقة شبه يعني بتقرب من الانهيار وبيبقى فيه نتايج كمان سيئة مش عايز اتكلم عنها بسبب الاهمال ده ومش عايز اقولها يعني من كتر ما هي سيئة مش حابب اقولها بصراحة قدامكم فياريت نخلي بالنا من دي اوي من واجبها عليك ان انت تهتم بيها وانت برضو على فكرة من واجبه عليك ان انت تهتم بيه وتشاركيه وتسمعه بعض كتير ربنا يا رب يهتسيروا كل بيت ويكمل المرتبطين على خير الجانب العالي تجمعات عائلية بنسبة كبيرة بالاخص نهاية الاسبوع يا رب كل عيلة كده تتجمع على بهجة وسعيدة وفرح ومحبة ودايما تشاركوا عليكو اما بقى بالنسبة للجانب المالي اسبوع مستقر ماديا ودخل اضافي على نهاية الاسبوع موالي بورج العرب المفروض ان فيه دخل اضافي هيجيلكو نهاية الاسبوع ده اتمنى ده وياريت لو فيه دخل اضافي او زيادة نشيله للأيام اللي تكون يعني ايه الامور فيها مقزمة شوية واحنا شايفين الظروف الاقتصادية في العالم مش حابب افكركم وانكد عليكم يعني بس يعني خلي بالكم الحتة دي الفترة دي ربنا يا رب يوسع مرزقكم صحاب المشاريع ارباح متوسطة لظروف ما يمر بيها مشروعكم يعني مشروعكم بيمر بظروف ما ودي هتأثر على الارباح وتخليها متوسطة لو الظروف دي يعني فيه ظروف ما فعلا وطاقع ده حقيقي والارباح متوسطة فاحمدوا ربنا ان الظروف دي ما دخلكوش في خسائر فدي حاجة كويسة واتدوا اتعاملوا مع الظروف دي لان لو كلام ده حقيقي يبقى الظروف دي لو اتعالجت الارباح هتزيد بشكل كويس ده منطقي يعني ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم الجانب التعليمي اسبوع محتمل نتائج سلبية بسبب التنزه بكسرة يعني الشباب الطلاب برج العقرب هيخرجوا كتير هيتفسحوا كتير وهيطنشوا الدراسة وده هيكون لي نتائج سلبية الكلام ده ممكن يبحقيقي الكلام ده ممكن يبحقيقي لو عنا مهملين الدراسة طبيعي وبقينا نخرج وعايشين حياتنا في اللذيذ قوي اللي هو في التراوة كده بعيد عن الدراسة طبيعي انها هنلاقي بعد كده نفسنا مزنوئين زنقة مش حلوة بلاش ندخل في الزنقة دي يا ريت انا مش ضد ان انت تخرج ولا تفك عن نفسك او تخرجي مع صحابك لا اخرج بس مش على طول الخروجة بتاعت النهاردة دي المفروض تديك نشاط وحماس كده وتعملك ريف ريش تخليك داخل كده بسدر راحب على المذاكرة ومديك طاقة يعني وتبقى حافز ليك ده المفروض وده اللي هيوصلكم للنجاح اللي انتم اكيد بتتمنونه وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت طاقة عبر برج العرب للربع اسبوع وان شاء فبراير الفين تلاتة عشرين لو عجبكم الكلام ده ما تنسونيش في اللايك لو مش مشاركة او مشتركة ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديواتنا اوها انا بعمل فيديواتنا علومات عامة لو انت او انت او انت او انت شوفوني هسيب لكم لينك الفيديوات في الوصف في تسكيبشن تحت تاخدوا فكرة عن الفيديوات شكرا وليكو سلام